أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه في حال تعرضت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر فلن يوجد أمامها بديل عن أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتدية البقاء جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن في جلسته التي عقدت بناء على طلب مصر والسودان لمناقشة قضية سد النهضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر